هناك العديد من القراصنة، هاكرز، الذين اكتسبوا شهرة عالمية بسبب هجماتهم المثيرة أو تأثيرهم الكبير على عالم التكنولوجيا من بين هؤلاء، كيفين ميتنيك، الأسباب، كان يعتبر من أكثر القراصنة شهرة في العالم في الثمانينات والتسعينات اخترق العديد من الشركات الكبرى مثل نوكيا وآي بي ام ودي اي سي الأثر، تم اعتقاله وقضى خمس سنوات في السجن بعد خروجه، أصبح مستشار أمن معلوماتي وكاتبا الأسباب، يعرف باسم المشرد الهكر لأنه كان يخترق الشبكات من الأماكن العامة مثل المقاهي اخترق شبكات نيويورك تايمز ومايكروسوفت وياهو الأثر، اعتقل في 2003 وحكم عليه بالسجن لفترة قصيرة وغرامة مالية اشتهر فيما بعد بإبلاغ السلطات عن الجندي الأمريكي تشيلسي مانينغ الأسباب، بريطاني اخترق 97 جهاز كمبيوتر عسكري وحكومي أمريكي بما في ذلك أنظمة ناسا ووزارة الدفاع الأمريكية في محاولة للبحث عن معلومات حول الأجسام الطائرة المجهولة UFOs، الأثر، وصف بأنه أكبر اختراق عسكري على الإطلاق وكان يواجه خطر الترحيل إلى الولايات المتحدة والعقوبة بالسجن لفترة طويلة لكن محاولات ترحيله باءت بالفشل لأسباب إنسانية جوناثان جيمز جوناثان جيمز، الأسباب، اخترق العديد من الشبكات بما في ذلك تلك الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية في سن السادسة عشرة أصبح أول قاصر يسجن بتهمة جرائم الحاسوب في الولايات المتحدة الأثر توفي في عام الفين وثنانية في ظروف مأساوية لكن اسمه ما زال يتردد في عالم القرصنة الأسباب، يعرف بأنه العقل المدبر لسرقة ملايين من أرقام بطاقات الاعتمان من شركات كبرى مثل TJX وHeartland Payment Systems الأثر، ألقي القبض عليه وحكم عليه بالسجن لمدة عشرين عاما في عام الفين وعشرة وهي واحدة من أطول العقوبات التي أصدرت في قضايا القرصنة الإلكترونية الأسباب، روسي يعتبر من أخطر القرصنة في العالم معروف بتطوير البرمجيات الخبيثة مثل زيوس والتي سرقت ملايين الدولارات من الحسابات المصرفية الأثر، وضعت الحكومة الأمريكية مكافأة قدرها ثلاث ملايين دولار لمعلومات تؤدي إلى القبض عليه الأسباب، بريطانيان اخترقا شبكات عسكرية أمريكية وكورية شمالية في التسعينات الأثر، ألقي القبض عليهما، لكن لم يسجنا لفترات طويلة تعتبر قضيتهما واحدة من أشهر قضايا القرصنة التي تم التحقيق فيها هؤلاء القراصنة تركوا بصمات دائمة في عالم الأمن السيبراني وأدت أفعالهم إلى تغييرات كبيرة في كيفية تعامل الحكومات والشركات مع التهديدات الإلكترونية موسيقى